أكذا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمقه ورسوقه علاقات الصداقة التاريخية بين مصر والصين وجاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجامع بريكس المنعقد في روسيا الاتحادية حيث التقى جبالي بشاو لي جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للنواب الشعب الصيني وأشهد جبالي بجهود قيادة السياسية في كلا البلدين في تعزيز التفاهمات المشتركة والمتمركزة على ضرورة الارتقاء بالعلاقات التنائية في كافة المجلات ومن جانبي ثمن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للنواب الشعب الصيني الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومصر مشيدا بجهود البلدين في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجلات